موسيقى يا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصول حلقة هذا المساء ستكون استثنائية نتحدث فيها عن ما مضى من حلقات البرنامج وعن ما هو آت ونبين بعض النقاط المهمة في فلسفة البرنامج ونناكش بعض الإشكالات والأسئلة التي قد ترد على بال المشاهد الكريم وأولها ذلك الإشكال الذي يقول الناس في حالة حرب وجوع وضنك وأنتم مشغولون بعرض الكتب ومناكشة الأفكار التي قد لا تلامس همومهم اليومية هذا الإشكال مطروح ويقودنا مباشرة إلى فلسفة هذا البرنامج بدون مقدمات أقول الرسالة الأساسية لهذا البرنامج هي الإسهام في بناء وعي المشاهد الكريم وتمكينه من رؤية العالم ورؤية الأحداث بصورة أفضل وبصورة غير مباشرة على عكس ما يفعل الخطاب السياسي الحروب تقضي على أشياء كثيرة في المجتمع المنكوب بها لكن أخطر تلك الأشياء التي يقضى عليها هي العقل والضمير عادة ينشغل الناس في الحروب بظروفهم الاقتصادية والمعاشية ويهملون عقولهم وضمائرهم وعندما تنتهي الحرب بعد سنوات أو عقود يكتشفون أنهم قد أضاعوا جيلا كاملا ذلك الجيل الذي نشأ في سنوات الحرب هذا جيل ضائع جيل ضائع غير مؤهل لبناء المستقبل وهو أشبه بالفجوة الخطيرة في الخط السريع فجوة الطالب يذهب إلى المدرسة وآخر ما يفكر فيه هو التعليم والمعلم كذلك وأكثر الأسر تنظر إلى التعليم في هذه الظروف ظروف الحرب بوصفه عبءا اقتصاديا ونفسيا فوق أعبائها الأخرى وفوق هذا كله لدينا في اليمن تحديدا كارثة أخرى تعرضت لها عقول الناس هي الخطاب الكهنوتي المتخلف الذي يتلقاه المجتمع اليمني أو الناس في اليمن يوميا من وسائل إعلام الإمامة في الإذاعات في قنوات التلفزيون منابر المساجد المراكز التذكيفية للميليشيا وغيرها هذا خطاب يقتل إنسانية الإنسان وعقل الإنسان وضمير الإنسان هذه العوامل وغيرها ستخرج جيلا معاقا ذهنيا وأخلاكيا في المستقبل يكون حجر عثرة في بناء البلد ومن هذا المنطلق على وسائل الإعلام اليمنية في هذه الفترة واجب آخر غير واجب التعبئة التعبئة الحربية والسياسية هذا الواجب هو سد هذه الثغرة المعرفية والثقافية وخلق وعي جمعي بقضايا الفكر المختلفة التي تفتح أفق الناس على قضايا أخرى تجعل قضايا الخطاب الإمامي تافهة بجانبها وسع أفق الناس ومداركهم وسعها علشان تدرك إلى أي مدى هذا الخطاب الإمامي ضئيل بجانبها تافه بجانبها هذا هو الهدف أو هذه هي فلسفة هذا البرنامج وللحديث بقية في السلسلة الماضية من هذا البرنامج تناولنا خمسة عشر كتابا عربيا كلها قدمت أفكارا مشاكسة ومثيرة للجدل في مجالات عديدة بعضها يتعلق بالدين أو بالمذهب الديني وبعضها يتعلق بالتاريخ وبعضها يتعلق باللغة أو بالفلسفة أو بالسياسة أو بالعلم بمفهومه الإمريقي وهنا يطل برأسه سؤال مباشر طرحه علينا البعض يقول لماذا تهتمون بكتب كديما نسبيا وليس لبعضها صلة مباشرة بأحوال الناس واهتماماتهم وهو سؤال مشروع والجواب على هذا السؤال يقودنا كما قلت إلى صلب فلسفة هذا البرنامج هذا البرنامج يهدف إلى حماية الناس من التعصب ومخاطره المجتمعات التي تشهد حروبا أهلية هي مجتمعات تعاني من التعصب ضمن أشياء أخرى التعصب لأفكار هي في غالبها أفكار زائفة أو ظنية أو هامشية لكن المتعصبون بسبب ضعف وعيهم وقلة خبرتهم وثقافتهم يرونها أفكارا صلبة قوية متماسكة الشخص الذي ينخرط مع الحوثي مثلا هو شخص يعتقد أن فكرة الولاية لأهل البيت فكرة دينية صلبة وأن فكرة المهد المنتظر فكرة حقيقية صلبة يقينية وأن الحوثي وإيران يريدان بالفعل إسقاط إسرائيل وليس إسقاط الجمهورية اليمنية في جيب السلالة والاعتقاد بصلابة هذه الأفكار يدفع معتنقيها للتعصب لها وبذل دمهم في سبيلها لماذا يفعلون ذلك؟ لأن خبرتهم المعرفية محدودة جدا أو معدومة الشخص الذي يتعصب لخلاف بين أشخاص وقع بين أشخاص قبل 1400 سنة هذا شخص خبرة بالتاريخ وكتابة التاريخ ضعيفة جدا أو تساوي صفر خبرة في الحياة تساوي صفر إذن كيف تقنع هذا المتعصب أيا كان أن فكرته ليست صلبة ليست قطعية يكينية مضمونة أكيدة لديك طريقان فقط إما أن تبين ضعف هذه الفكرة التي يعتنقها بصورة مباشرة وبطريقة مقنعة يحتملها عقله وإما أن ترتكي بخبرته في هذا المجال بشكل عام يعني عن طريق عرض كضايا يظن عوام الناس ومن في حكمهم أنها من المسلمات الصلبة وإذا ببعض العلماء يشككون فيها مجرد التشكيك في هذه المسلمات التشكيك العلمي يعني يكذف في العقل الباطل للمخاطب للمشاهد بحقيقة مهمة هي هذه اللي نشتيها هي أن معظم ما نسميه مسلمات ويقينيات وعقائد هي مجرد أوهام أو ظنون رخوة غير مبنية على أسس علمية كافية على أسس صلبة عندما يشعر الناس بذلك سيبدأ الإنسان في التخفف من عصبيته للمسلمات بشكل عام الوهمية وغير الوهمية ويأخذها بطريقة عقلانية واضحة وبهذه الطريقة غير المباشرة نسهم بمثل هذه البرامج في الحد من منصوب التعصب التعصب القاتل في المجتمعات طور خبرة الناس خبرة المشاهدين في قضايا الفكر المختلفة وستكون الثمرة في النهاية هي التكليل من التعصب التخفف من التعصب الكليل من التعصب والكثير من الاستجابة الناضجة وهذا ما لا يفعله الخطاب السياسي النمطي الذي تضخه وسائل الإعلام السياسية المختلفة بشكل يومي هذه طريقة وهذه طريقة أخرى ربما أكثر فاعلية أود أن أتوقف عند عدد من الملاحظات الطريفة التي خرجت بها من تأملي في سلسلة الكتب السابقة الكتب المشاكسة لكن قبل أن أبدأ في الملاحظات دعوني أجيب على سؤال آخر قد يخطر ببال المتابعين هو لماذا اقتصرتم في هذه السلسلة على تلك العناوين وحدها ولم تتعرضوا لكتب مشاكسة أخرى وجوابنا هو أن السلسلة الماضية اخترت بمعيار الإبداع لا بمعيار المشاكسة فقط يعني صحيح هناك كتب عربية عديدة سببت جدلا واسعا وشاغبت على السائد لكنها لم تقدم أفكارا إبداعية جديدة الكتب الإبداعية التي قدمت أفكار جديدة كانت محدودة جدا يعني كتب عبدالله القصيمي مثلا لم تقدم فكرا إبداعيا جديدا أو جديرا بالعرض والمناكشة لأنها في تقديري كانت مجرد خواطر نقدية ذات طبيعة فلسفية بلغة أدبية يعني بعبارة مجازية كانت أشبه بنشارة ملاحظات شكية حول الدين والإله لا تصلح لصناعة باب أو نافذة نشارة خشب ومثلها كذلك في تقديري كتابات كل من الدكتور ماجد الخزعلي والباحث الكبير في رأس السواح في مجال أنثروبولوجيا الدين أو تاريخ الأديان هذه الجهود أنا أعتبرها مجرد عصف منفرد سولو لسنفونية غربية سابقة مش أعمال إبداعية خاصة يعني هي سنفونية المنظور المادي لتاريخ الأديان يعني حين يطلب من المذهب المادي أن يقدم تفسيرا للظاهرة الدينية وتاريخ الظواهر الدينية لا شك أنه سيقدم تفسيرا ماديا وهذا تفسير مادي للظاهرة الدينية ما يقدمه فرس السواح أو ماجد الخزعلي هو التفسير المادي للظاهرة الدينية اللي سبق من كبل المستشركين وعلماء في هذا المجال في الغرب مع تقديري طبعا للجهود للجهد النوعي المبذول في هذا الجانب وبعض الكتب استغنينا عن عرضها لأنها كررت أفكار سابقة عليها يعني مثل كتاب من هنا نبدأ الأستاذ خالد محمد خالد هذا تقاطع مع فكرة عامة وردت في كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق الذي استعرضناه فكرة عامة هي فكرة العلمانية في الإسلام فاستغنينا بكتاب الأصول كتاب عبد الرازق عن كتاب خالد محمد خالد ومثلها أيضا كتب الأستاذ فاضل الربيعي في مجال البحث عن جغرافية التوراة وإن كانت جهود مختلفة في التفاصيل إلا أنها كررت الثيمة الأساسية الموضوع الأساسي الذي قاله من قبل المؤرخ اللبناني كمال الصليبي في كتاب التوراة جاءت من جزيرة العرب واستعرضناه وناكشناه الثيمة الأساسية التي تقول أن جغرافية التوراة ليست في فلسطين بل في جنوب الجزيرة العربية كلهم قالوا ذلك واختلفوا بعدين في تفاصيل وهكذا كان من معاييرنا في اختيار الكتب أن لا نكرر الحديث في كضية رئيسية جاءت في كتاب سابق والآن ما هي الملاحظات الطريفة التي لفتت انتباهي أنا شخصيا في سلسلة الكتب السابقة وما هي دلالتها هذا هو موضوع الفقرة التالية أول ملاحظة لفتت انتباهي في سلسلة الكتب المشاكسة هي أن جميع مؤلفيها العرب هم من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يوازيها مثل شهادة العالمية في الأزهر التي حصل عليها الشيخ علي عبد الرازق مؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم وبخبرة المتواضعة في ميدان الكتب ومؤلفيها يمكننا القول أن معظم الجهود الإبداعية النوعية المشاكسة التي صدرت في الوطن العربي خلال القرن العشرين كانت لمؤلفين حصلوا على درجة الدكتوراه فهل لهذه الملاحظة أي دلالة؟ مبدئيا أنا من الناس الذين يعتقدون أن شهادة الدكتوراه ليست مؤشرا ضروريا على أن صاحبها عالم أو شخص نابه وإنما هي مؤشرة على أحد أمري الأول أن صاحبها أو أن صاحبها مجتهد منضبط ذاكر تمام والمؤشر الآخر أنه أصبح باحث ومعلم مؤهل للتعليم في المؤسسات الأكاديمية فقط لا غير إذن هل للملاحظة السابقة أي دلالة؟ في اعتقاد الجواب نعم السر في نظري يعود إلى الأثر النفسي الذي كانت تمنحه درجة الدكتوراه لصاحبها في القرن العشرين تحديدا كان الحصول على الدكتوراه يمنح صاحبها نوعا من الثقة بالنفس أمام الناس وأمام النخب هذه الثقة هذا الشعور بالثقة يجرئ صاحبه على التفكير المختلف وعلى نقد المسلمات إذا كان صاحب معرفة ويطلب الحقيقة العلمية وليس مجرد انتفاخك كاذبة يعني قد يكون الشخص عالما كبيرا في اختصاصه ولديه إمكانية اكتشاف الزائف والوهم في مجال دراسته ومع ذلك لا يفعل شيئا لماذا؟ لأنه لا يجرء ابتداء على التفكير في وجود أخطاء وأوهام في كتب الذين سبقوه هناك شعور بالرهبة أمام كتب المتقدمين خصوصا في مجال علوم الدين يعني الواحد منهم يجد نفسه مرعوب أمام الأسماء الكبيرة السابقة هذه مع أنه دارس جيد وباحث وربما حصل على شهادة الدكتوراه لكن أمام الأعلام السابقين المتقدمين يكف مرتعشا خائفا هذا الشعور نفسه هو اللي بيخليه مجرد مقلد وغير كادر على الإبداع والإنتاج الإبداعي وعلى نقد أخطاء السابقين هذا الشعور يمنع صاحب من مجرد التفكير في أخطاء السابقين مهما كانت واضحة وهذه الملاحظة بالطبع كان قد أشار إليها بعض رجال الفكر الديني المعاصرين والسابقين أيضا من المعاصرين الدكتور الأزهري عبد المنعم النمر في كتابه الذي بعنوان الاجتهاد هذا الكتاب الكيم هو بمثابة صرخة استغاثة لإنقاذ الشريعة من الجمود الذي أصابها على أيدي الفقهاء المقلدين الفقهاء الخوافين المرتعشين الذين لا يتبتعون بالثقة الكافية في أنفسهم يقول لك يعني ماذا سنصنع من نحن في جوار ابن حجر وابن تيمية وابن حزم وابن القيم وبقية هذه الدفعة من نحن وهذا كلام لا صلة له بالعلم يعني لا أساس له لا في العلم ونفي منطق العقل هذه حالة نفسية فقط هذا مرض نفسي فقط هذه هي الملاحظة الأولى على السلسلة الماضية من الكتب وهناك ملاحظة أخرى طريفة ستكون حديث الفقرة التالية الملاحظة الثانية التي لفتت انتباهي في سلسلة الكتب المشاكسة وأنا أتأمل ما يجمع بين مؤلفيها من سمات هي ملاحظة قديمة عندي أراكبها من سنين وأجدها تتأكد بمرور الوقت لاحظت أن أكثر المغامرين من أهل الفكر الذين كدموا أفكار إبداعية جديدة يتمتعون بحس لغوي جيد أو أن لهم علاقة ما بالأدب والأدب طبعا هو اللغة العليا الحديث عن اللغة إذا قلنا الأدب فنحن نعني اللغة يعني على سبيل المثال دكتور طه حسين من الذين مضوا معنا دكتور طه حسين دكتور نصر حامد أبو زيد دكتور عبدالصبور شاهين دكتور محمد خلف الله دكتور لويس عوض دكتور زكي نجيب محمود وأبو رية هؤلاء جميعا كانوا إما أساتذة لغة وأدب أو متذوقي أدب كما هو حال أبو رية أبو رية كان صديق للرافعي ومتأدب يعني أديب والبقية من الذين وردوا معنا أو من غيرهم كانت لهم أو لكتبهم صلا من نوع ما بالدراسات اللغوية يعني محمد شحرور اللي وصلة باللغة فرج فودة رشاد خليفة يعني شحرور بنى مشروعه كله على معطيات الدرس اللغوي الحديث كما فهمه هو إذن له علاكم ما باللغة لو تدوق فرج فودة أيضا صاحب قلم أدبي مميز يدل على صلة جيدة بكتب الأدب رشاد خليفة عايش النص القرآني طويلا والنص القرآني هو النص الأدبي الأول والأرقى في تاريخنا كله حتى أدونيس الذي صاحب كتاب الثابت والمتحول وهو كتاب مشاكس كنا كتخططنا لعرضه وأهملناه بسبب ظروف لوجستية أدونيس هو رجل لغة وعدب من طراز رفيع كما هو معروف الزهاوي صاحب كتاب شخصية محمد وهو كتاب مشاكس هو في الأصل شاعر القصيمي أيضا كما يظهر من كتاباته هو رجل أدب حتى أن كتبه يغلب عليها الأدب أكثر من الفكر بل حتى أغلب المؤثرين في مجال السياسة والفن وجدت لهم صلة ما باللغة وبالأدب يعني جمال عبد الناصر مثلا كان أديب كاتب قصة وقارئ رواية جيد تأثر بروايات توفيق الحكيم أنور السادات كذلك كان أديب وفنان صدام حسين محمد الكذافي كانوا أدباء وروائيين كتبوا روايات وكتبوا شعر إلى آخره نقصد كل المؤثرين أو معظم المؤثرين وجدت لديهم هذه الصلة مع اللغة والسؤال هل لهذا أي دلالة؟ هل هناك علاقة ما بين النزعة الإبداعية عند الشخص وبين الاهتمام باللغة؟ الجواب عندي مرة أخرى نعم هناك علاقة أعتقد أن الاكتراب من اللغة والشعور بامتلاكها يمنح الشخص شعورا بالثقة في نفسه مرة أخرى لأنك إذا امتلكت اللغة كأنك امتلكت العالم وهكذا رجعنا مرة أخرى إلى علة الثقة بالنفس الثقة بالنفس هي الفريضة الغائبة التي يحتاجها المثقفون العرب في العصر الحديث إذا أرادوا معرفة ما لهم وما عليهم في مجال التراث الفكري على وجه الخصوص ولهذا الحديث باقية 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 نقطة متعلقة بالكتب التي نكشناها من قبل أود أن ألفد انتباه بعض الإخوة المتابعين لهذا البرنامج إليها مع أنها واضحة من ثنائية الكلام السابق لكن لا منع من تأكيدها وتكرار الكلام بعض المتابعين ظننا أننا اخترنا هذه الكتب وعرضناها لأننا نحبها أو نتفك مع مضامينها أو أننا اخترنا هذا الضيف أو ذاك في الحلقة لأنه يتفك معنا في وجهات النظر وهذا بالطبع كله غير صحيح كما هو واضح اختيار الكتب كان محكوما بالمعيار الذي حددناه في العنوان كتب عربيا مشاكسة أي كتاب عربي مشاكس تصح عليه هذه الصفة عرضنا وليس بمعيار الحب أو الكره أو الموافقة أو المخالفة أي أننا وضعنا معيارا علميا لا ايدولوجيا بعض المتأثرين بنظريات الإعلام الموجه يعتقدون أنه لا يصح أن نمنح بعض الأفكار المخالفة والشخصيات المخالفة فرصة للظهور أمام الناس وهذا المنطق في الحقيقة هو من آثار المكثة الطويل تحت سلطة الاستبداد في المجتمعات المتخلفة احنا بيننا وبين الاستبداد عشرة وطبعنا بطباعة الإنسان الذي يعيش فترات طويلة في صباه طفولته وصباه في مجتمع مشبع بالاستبداد لا يتكبل بسهولة الصوت المختلف لا يريد أن يسمع إلا صوته لأنه لا يعتقد أن الفكرة المخالفة تهدد مسلماته وتهدد كيانه الذي ينتمي إليه والحقيقة التي يعرفها الراسخون في العلم هي أن مناقشة الأفكار المختلفة أو الشاذة في الهواء الطلق أمام الناس تعود على المجتمع بفوائد أكثر بكثير من فوائد تجاهلها لأن تعدد الأصوات والأفكار تعدد الأفكار وجدلها مع بعضها في الهواء الطلق يعلم الناس أن الحقيقة النسبية كما قلنا ومن ثم لا يجوز التعصب لما هو نسبي وبهذا نحمي مجتمعاتنا من مخاطر التعصب والانكسام ونحصن عقول الناس من سيطرة الأفكار الخرافية عليهم هذه هي رسالة التنوير الأساسية التي نهدف إليها في هذا البرنامج والبرنامج الذي مضى كلمة تنوير نفسها مشتقب من النور النور هو الوضوح البيان النور هو النهار الذي يقابل الليل ينبغي أن تطرح جميع الأفكار أمام الناس في وضح النهار لكي يعرفوا ما يدور حولهم ويطوروا مهاراتهم وملكاتهم في معرفة الصحيح من الخاطئ بدل أن نحميهم كال يعني الواحد لما يترك زوجته في البيت ما تخرج من البيت على الإطلاق هو بيخلف وراه امرأة ضعيفة إذا سافر وهاجر وغادر البيت ترك امرأة ضعيفة هشة لا تقوى على شيء مش قادرة تخرج حتى تجيب لها خبز من البكالة كذلك المواطنة تلمت تحميه بهذه الطريقة البدائية عن طريق إبعادة عن الشبهات كما تسميها وحماية من الأفكار المخالفة أنت بتربي إنسان ضعيف مجتمع ضعيف الطرف الذي يحرص على كتمان أصوات المخالفين وآرائهم هو الطرف الذي يشعر بالعجز في الدفاع عن أفكاره وقناعاته هذا معناه أنه أفكاره وقناعاته هشة وليست قوية وليست صلبة وبيحاول يحميها بهذه الطريقة إبعاد الناس عن سماع الأفكار الأخرى باختصار صاحب الفكرة الصحيحة الواثك من نفسه وفكرته لا يخشى النهار أخيراً وهو الأهم هذا البرنامج الذي يعلي من قيمة التجديد والتفكير الحر والإبداعي لا بد أن يطبق هذه القيمة على نفسه أيضاً ولتأكيد هذه الطبيعة الديناميكية للبرنامج أحببنا أن نضيف إليه فقرة تفاعلية مع جمهور المتابعين من المثقفين وقراء الكتب والأدباء أو نقاد السينما ومتابعيها المثقفين السينما الهادفة طبعاً أحببنا أن نضيف فقرة سنسميها خلاصات نعرض فيها ما يصلنا من جمهور المتابعين من فيديوهات قصيرة تلخص فكرة كتاب أو تقدم متابعات ذات قيمة في مجال الفن والأدب والسياسة بحيث لا يتجاوز مقطع الفيديو الواحد مدة أربع دقائق لدينا بالطبع جمهور كبير واسع من الشباب المثقف يحمل كنوز من الخبرات والمهارات فمن أحب أن يشاركنا الظهور في هذا البرنامج من خلال من المشاهدين الكرام من خلال هذه الفيديوهات فعليه أن يبعث بمشاركته على الرابط الذي سيظهر في أسفل الشاشة ونحن بدورنا سنختار ما يناسب منها للعرض من الناحية الفنية أعني من الناحية الفنية جودة الفكرة وجودة التصوير مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة نرجو أن نلقاكم في الحلقة الكادمة في أمان الله وتصبحون على خير المترجم للقناة المترجم للقناة